السلام عليكم كيف الحال؟ اليوم جماعي عندنا مقطع عن شاشة من بينكيو مناسبة جداً لحقين الكونسول اليوم راح نشوف ايش مواصفاتها ويش فيها ويش ما فيها بداية نسمى الشاشة EW 3270U 32 بوصة أهم المواصفات اللي لازم تركز فيها قدامكم مخططة بالأحمر نوع البنال VA Resolution 4K Response Time 4 ms Refresh Rate 60 Hz Color Depth 10 Bit هذي راح نرجع لها ان شاء الله قدامكم تركيب الشاشة مرة بسيط ما اخذ مني يمكن خمس دقائق القاعدة قطعتين قطعة تركب في الشاشة وبعدين تركب الثانية وراها سهل جداً ما في تعقيد ولا تحتاج أي كتالوج منافذ الشاشة اثنين HDMI وواحد DisplayPort ومنفذ USB Type-C اذا عندك ماك اول اجهزة ذيك راح تستفيد من هذا المنفذ كثير طبعاً في خدش في الشاشة بسيط معلوكم هذا بسبب انها مستخدمة ما هي جديدة وصلت اني كذا واحد قتجربها قبلي شبكنا اليوم على بلاي سيشن فور برو عشان نشوف اداء الالوان والفريمات وكيف اللعب كتجربة شخصية لما لعبت فيها اوريكم اي شي اللي صار شغلت اول لعب سبادرمان وما شاء الله يا جماعة الالوان جداً جميلة لدرجة انها نفس الوان الاي بي اس الشاشة حقتي اللي في البي سي ليش نرجع لمواصفات الشاشة من اول الشاشة هذي ما هي تي ان لو تي ان من البداية نغسلت ادي وما سويت ذا المقطع هذي نفس الوان الاي بي اس في اي هي هذي الاي بي اس اختلاف جداً اظن شعرة او شي بسيط لكن اللي ساعد الشاشة وهنا النقطة المهمة انها اتش دي اار والدبث حق الكلورز عمق الالوان تين بيت اكثر الشاشات اللي موجودة عندكم ثمانية بيت هذي تين بيت وفوق هذي اتش دي اار فالالوان جداً ما شاء الله نظيفة الاسود اسود ما في بهتان دلاستفاس شغلتها والالوان جداً ما شاء الله يعني مدري اتوقع انكم شايفين ما فيها تبهيت في الالوان كذا لعبة برضو شغلتها ونفس الكلام الاتش دي اار طبعاً راح تفعل على طول اوتوماتيك راح يجيك خيار كذا تحت على اليمين يبين لك انه شغال اذا طبعاً اللعبة تدعم والبلستيشن حقك اذا برو مدعوم في ذي النقطة فاوتوماتيك راح يشتغل بدون ما تخاف بعض اللعاب ممكن قللك اضغط يس فتضغط يس عشان تشغل الاتش دي اار في بداية اللعبة زي منتش شايفين الالوان نظيفة في دلاستفاس ما شاء الله واحلى شيء انو ذي الشاشة برضو ما هي غلو للانعكاسات يعني لو في انعكاس خلفي لمبة ما راح تحسبه في عاني وعشان تتأكد انها يعني ما هي مخبوصة في الالوان وتنفع للكونتر لفيت الكاميرا من اليمين والليسار ومن فوق لتحت لو انها تين راح تلقى الالوان مخبوصة من كل زاوية لكن هذي جميع الزاوية فيها نظيفة طبعاً فيها سبيكرات داخلية صوتها جيد جداً يؤدي الغرض يعني فيها بروفايلات الالوان جاهزة بحيث انك تغير ما بينها فيه شاربنس وفيه نفس العددات اللي حق تبينكو المعروفة تغير في الالوان اللي ناصبك اكثر في اللو لايت اذا بتزود الاضاءة حق الالوان السوداء لكن انا خليتها بالفايل الافضل في الالوان عشان يعني بينلكم كل شي ما خبصت في شيء ومع تشغيل الـ HDR اكيد وطبعاً الريزوليشن حقها 4K راح يساعدك اذا عندك بلاستيشن فار برو راح تستفيد منه اما اذا بلاستيشن العادي مو مرة فيها الام دي فري سينك في حال انك حاب تشبكها على البي سي وتستغل يعني مواصفات هذه الحلوة ام ديك تشغل على البي سي وعادي تشبك ديس بلاي بورد تشغل 4K من اجمل ما يكون مناسبة للتصاميم اذا انت رأي تصاميم منتاج و الاخرية لانه 60 هرتز اكثر من كافي يعني ما تحتاجه ونجي ذحن للسلبيات اللي انا اشوفها يعني نظر شخصياً او ما هي مناسبة هذه الشاشة لبعض الناس في نقطة انه هذه ما تناسب لحقين البي سي اللي يلعبوا يعني اللي يبوا 144 اكيد هذه 60 هرتز ما هي مناسبة لك هي راعي 144 راح يكره شي اسمه 60 هرتز ماهما كانت الالوان كجايمينج بي سي لا ما انصحك كجايمينج كونسول اي ولا انه الكونسول حده 60 هرتز وغالباً حتى الجديد ذا اللي بينزل بعد فترة او سنة ما ادري نفس الكلام كل الكونسولات معروفة دائماً 60 هرتز حده لانه يشبكوا على شاشات تي في والتي في دائماً 60 هرتز الهرجة الثانية اللي يعنيها ما عجبتني انا عن نفسي انها 32 بوصة يعني الوضع يباله تكبير اذا انت رأي كونسول الصراحة انا شوف 40 بوصة وفوق شي كده 50 بوصة مرة حلو تستمتع بشكل كبير وتحس باللعب لكن 32 بوصة هذه مناسبة لمن اللي اللي يلعبوا على الطاولة كونسول مناسبة جداً لانه راح يكون قريب من الطاولة مناسبة للاشخاص اللي بيلعبوا بكنبة بس قريبة من الطاولة فتنفع لهم انا هنا الطاولة كبيرة لاني انا شاري شاشة كبيرة عارفين عشان كذا جاي منظرها هذه صغيرة لكن في حقيقة 32 بوصة كافي للناس اللي قريبين منها اذا انت رأي يلعب من بعيد لا ما انصحك بالنسبة لسعر الشاشة راح يجيكم بحولها 500 دولار تقريباً مع الشحن من بره يعني ممكن تسك الستمية وحاجة لان نقول يعني سعرها الفين ريال تقريباً الفين ريال على شاشة زي كذا انا اشوف انه معقول ما هو رخيص وما هو غالي يعني شي في النص فشي راجع لك القرار بيدك لانه شاشاتها الاي بي اس دايما بتجيك بسعار يعني غالية اللي تجيك تن بيت والوانها حلوة هذه سعرها جداً معقولة اشوفه بما انها فوركة واتش دي ار وتجمع لك التن بيت والاي بي اس تقريباً فمناسبة للمصممين بشكل عام او لعبين الكونسول اعطيكم العافية هذه مراجعتنا لهذه الشاشة شكراً لكم سلام علي